موسيقى سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على طريق القدس موسيقى 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 على طريق القدس هذه المرة هو الطريق الذي سلكه هذا القائد المغوار البطل الشهيد يحيى السنوار يحيى السنوار شهيدا على طريق القدس هذا هو الخبر يحيى السنوار الذي أمضى أكثر من ثلث عمره في سجون الاحتلال أسيرا يحيى السنوار الذي خرج من سجون الاحتلال في صفقة التبادل بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط وتولى مسؤوليات قيادية في حركة حماس داخل غزة ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 وانتخب رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية في خلال حرب طوفان الأقصى قبل أقل من شهرين يحيى السنوار أمضى سنوات السجن وهو يدرس الكيان يفكك شفرة الكيان يتعرف على طريقة تفكيره رسم له مخططا كما يقول الذين رافقوه في السجن من الأسر المحررين اللبنانيين وكما يقول الذين رافقوه بعد خروجه من السجن من أخوته في قيادة القسام طبعا كان هو المسؤول الأول عن بناء جهاز أمن خاص لقوات القسام وخرج من السجن وعاد إلى ذات المهمة لكن كان في رأسه قد بنى خطة كاملة تعرف على الكيان عن قرب رسم هذا المخطط هيكل المؤسسات ملأها بالأسماء أكثر من خمسمائة اسم يعرفها عن ظهر قلب يعرف كل منها ماذا حصل علميا من أين منشأه الأصلي عائلته من أين هاجرت ماذا يعمل في الحياة العادية طباعه عاداته طعامه لباسه أولاده ثم درس ردات الفعل والتكوين الشخصي الجملة العصبية الجمعية لقادة الكيان معارضة ومولاة وكلهم يمين وكلهم متطرف وبدأ يطرح على نفسه السؤال ما هي نقطة التحول التي يجب على المقاومة أن تفعلها كي تقلب المعادلة هذا الكيان يتوسع هذا الكيان تسقط أمامه المنطقة باعا بالتطبيع والتتبيع ما الذي يجب أن يفعله فكان الجواب طوفان الأقصى عملية نوعية تقتحم بها مجموعة من ألف مقاتل كل منطقة غلاف غزة تقسم ظهر فرقة غزة عشرة ألاف مقاتل جندي وضابط بآلياتهم بأسلحتهم تكسرهم تهزمهم تكسر أنف الكيان هناك مستوطنوه تثير الرعب والذعر في الكيان كله بأن المستوطنات تسقط فرقة غزة تنهزم أمام قوة من المقاومة وهذا يكفي لأن تداعيات هذا الزلزال ستبقى مدى عمر الكيان يحيى السنوار أدرك أن إنجاز هذا يستدعي ترتيب وضع حركة حماس وقوات القسام بترميم كل الجروح التي نشأت بينها وبين الجسم الطبيعي لها وهو محور المقاومة فقاد العملية داخل الحركة ومع قوى محور المقاومة وكانت المصالحة بين حماس وسوريا من بركات ما طلبه من سماحة السيد الشهيد المقدس السيد حسن نصر الله الذي وضع كل ثقله لتوفير كل احتياجات ما قال له السنوار أنها خطته من أجل الحاق الهزيمة الاستراتيجية بالكيان وهو لم يعلم عنها شيئا وعن تفاصيلها لكن ثقته بهذا القائد جعلته يمد له يد المساعدة في كل خطته وثم قاد المصالحة بين سوريا وحماس وعلى يدي سماحة السيد تمت المصالحة اكتملت العدة السياسية والعسكرية ليذهب يحيى السنوار أبو إبراهيم إلى خطته في التنفيذ فكانت طوفان وعلى يد السنوار هذه الخطة أصيب الكيان بالضربة القاتلة مهما تغيرت معادلات الحرب فإن شيئا لن يتغير هو أنه في 7 أكتوبر 2023 تمكن مقاتلون فلسطينيون من هز الكيان وإصابته بالذعر والرعب وتدمير أعلى فرقه مرتبة في الكفاءة عشرة آلاف عنصر ضابط جندي من فرقة غزة جرى أخذهم على حين غرى وإخراجهم من مواقعهم سبعمائة قتيل من الجنود أكثر من ضعفيهم من الجرحة سيطر على كل مستوطنات الغلاف مساحة عادل ثلاثة أضعاف غزة هذا جرح في جبين الكيان سيبقى مدى الحياة ما عاش ثم من التداعيات أن هذا الكيان سيأتي إلى حرب وفي هذه الحرب ستسقط صورته في العالم كل الحملة الدعائية على 76 سنة يقدم فيها بمظلومية اسمها المحرقة وبصورة مزورة إعلامياً اسمها الحضارة والمدنية والحداثة سيصبح الكيان مجرماً قاتلاً يلاحق على مساحة العالم كل العالم يعتبره قاتل الأطفال وقد شاهدت الناس بأم العين الخيم التي يحترق فيها الناس أحياءً غير السنوار مكانة القضية الفلسطينية فوق هذا فوق الضربة الاستراتيجية فوق إنهاء الصورة الكاذبة والمزورة للكيان وربح حرب الرواية عليه غير مكانة القضية الفلسطينية كان كل شيء في المنطقة ذاهب إلى اعتبار القضية الفلسطينية على هامش الرصيف لا مكان لها انتهى أمرها التطبيع سيد الموقف خطة بايدن من الهندي إلى الخليج إلى حيفا إلى أوروبا كانت خيدة تنفيذ أنشئ لها الصندوق ساهم العرب بنصيبهم من الصندوق جاء الطوفان عادت القضية الفلسطينية بنداً أول على جدوى الأعمال على كل حال خلال سنة ما هو الخبر الأول في العالم حرب غزة سنة كاملة ما هو الحديث الأول الذي يبدأ به كل رئيس كل وزير كل مسؤول خطابه حرب غزة أعيد إنتاج مكانة القضية الفلسطينية في جدوى الأعمال العالم الآن يورث السنوار لحركته ولشعبه ولرفاق دربه قضية حية وصورة حقيقية لكيان المجرم في عيون العالم ومكانة مرموقة للمقاومة في القدرة على هز الكيان وإسقاط قدرة ردعه وادعائه بأنه الجيش الذي لا يقهر عليهم الآن أن يواصلوا وهم يواصلون وإذا كان الكيان يتوهم بأنه قادر على هضم المقاومة واحتواء المقاومة واللعب بمصير المقاومة فهو واهم هذه تجربته في لبنان أين أصبحت وماذا قالت بعد أسبوعين من استشهاد سماحة السيد الشهيد المقدس المقاومة هي التي ترسم إيقاع الحرب الآن السنوار قدم مثالا للقائد كيف يكون نتنياهو ابنه في أمريكا وهو وزوجته ملاحقين بتهم الفساد والرشاوة لكن السنوار كان يحمل بندقيته مجعبا بالقنابل ويقاتل في الخطوط الأمامية مقدما المثال والقدوة لقد بات لدى العرب الآن جيفارا يستطيعون التباهي بأن لديهم قائدا في الميدان أن لديهم قائدا يتقدم مقاتليه أن لديهم هذه الصورة التي يستطيعون أن يقدموها للعالم نموذجا ومثالا سماحة السيد الشهيد المقدس قدم صورة المفكر العبقري المقاوم فاتح الاستراتيجيات ويحيى السنوار قدم صورة البطل القادر على رسم المخططات العسكرية ورعايتها وتنفيذها وحمل البندقية في القتال دفاعا عنها حتى الشهادة نقاط على الحروف توهم كيان الاحتلال بعد الضربات المؤلمة والقاسية التي وجهها لحزب الله والمقاومة في لبنان أنه سوف يستطيع تحقيق كامل أهدافه ليس في وقف الصواريخ على مستوطنات الشمال وحسن بل في الوصول إلى نهر الليطاني وإجلاء المقاومة بالقوة وتدمير بناها ومفاوضة الدولة اللبنانية من موقع الاقتدار على شروط اتفاق سياسي عسكري أمني يعيد انتاج صيغة اتفاق 17 أيار المقبور الذي أسقطه اللبنانيون بمقاومتهم عام 1984 الرهان في عقل أمريكا ذهب أبعد يمكن تحت النار الإسرائيلية انتاج رئيس جديد للجمهورية على طريقة ما جرى عام 82 إذن العقل الأمريكي الإسرائيلي بنى أحلاما على قياس اجتياح 82 جاء الاختبار الأول أن الصواريخ لم تتوقف حتى يوم استشهاد سماحت السيد حسن نصر الله استمرت الصواريخ وزادت أعدادها وصل الكيان إلى القناعة لا بد من عملية برية لكن هذه العملية ستكون سهلة ولن تكون مكلفة فقد انهارت البناء المقاتلة سقط سيدها وسقطت قيادتها الميدانية وقيادتها العليا وضربت منظومة السيطرة والقيادة وبالتالي لا بد من عملية جراحية موضعية وهكذا هو أسماها على كل حال عملية محدودة لا يقصد في المدى الجغرافي محدودة يقصد أنها لن تكلفه أنها ليست عبئا أنها ليست هما أنها شربة ماء أنها مجرد مشوار طريق وصولا إلى الليطان بدأ في 29 أيلول عمليته يعني الآن يمضي عليها 20 يوما خلال هذه الأيام العشرين بدأ الكيان اختباراته على خط القشرة بعمليات نقطوية ليرى يجس النبض يتعرف على ماذا ينتظره في الجبهة ففوجئ بكمية نار وبحضور وببسالة وبقتال وفقد فيها عددا بلغ 25 قتيلا و 135 جريحا خلال الأيام الخمسة التي تقرب فيها من جبهات مارون الراس يارون عديسي كفركلا عيت الشعب بعد الفشل في عمليات الاختراق النقطوية ذهب إلى مرحلة ثانية المرحلة الثانية هي أخذ نطاق عرضي للتقدم 2 كيلومتر بدل ضربات في النقطة 2 كيلومتر يعني نطاق سرية وحدد جبهة لهذا التقدم هي جبهة مثلث عيت الشعب رامية القوزح حيث هناك تلة ترتفع 750 متر عن سطح البحر تسمى دير القرنبيط إذا تمكن من الوصول إليها والتمركز فيها يستطيع أن يؤثر على مجرى أي تقدم يعني يحمي ويؤمن فتح الطريق أمام التقدم ميمنة وميسرة وبدأ التقدم ونجح التقدم وتوهم بأنه حقق الهدف وفجأة يكتشف أنه وقع في كمين معقد محكم 150 جندي وضابط ومعهم عشرة آليات في قلب مقتله محاطون من كل الجهات المقاومون يهطلون عليهم بأمطار قذائفهم وصواريخهم ونيرانهم ثم يقتحمونهم وعن مسافة صفر ويقتل من يقتل ويجرح ما يجرح ويدمر ما يدمر حصيلة المقتلة حسب ما قالت وسائل إعلام الكيان أن 45 ثم 4 بين قتيل وجريح 10 طوافات 8 فاثنتين 8 إلى مستشفى رنبام في حيفا واثنتين إلى تل أبيب هذا ما اعترف به في وسائل إعلامه طبعا في بيانات الجيش الإسرائيلي هو يتحدث عن خمسة قتلى فقط عن موقع واحدة حيث دخل أربعة من مقاتلي المقاومة إلى منزل تحصن فيه خمسة جنود وضباط وقتلهم هذا المشهد الذي جرى في هذا المثلث سوف يتكرر سوف يراهن الإسرائيلي على جبهة أخرى عديسة، ميس الجبل، مارون، كفركلة، ذهاب إلى الطيبة الآن هو في كل يوم يحاول أن يتقدم على جبهة اللبونة النقورة بالدبابات لأنها فم الطريق الساحل الموصل إلى سور ويفشل كل يوم يحرق له دبابتين ثلاثة الحصيلة كما تقول غرفة عمليات المقاومة خلال أسبوعين من القتال هي خمسون قتيل خمسمائة جريح عشرون دبابة ثلاثة جرافات طبعا هذا رقم ضخم وهذا رقم يمكن أن يخوض معركته كلها ولا يقدمه وهكذا كان حساب جيش الاحتلال بالنسبة للمقاومة المعركة لم تبدأ بعد هو سيذهب ويكرر وربما خمسة عشر يوم أخرى في محاولات نطاق عرضي مشابه وفي كل نطاق عرضي سيخسر ما خسره في المثلث وسيصبح العدد ثلاثة إلى أربعة أضعاف يعني الخمسين قتيل رح يصيروا ميتين قتيل والخمسمائة جريح رح يصيروا ألفين جريح والعشرين دبابة رح يصيروا مئة دبابة وسيكون عليه أن يقرر الهزيمة أو الاندفاع الكبرى الأرجح أنه سيأتي إلى الاندفاع الكبرى وسوف يحاول أن يختار لها واحدة من المحاور وقد حشد ستة فرق والفرق الستة موجودة على طول خط الجبهة ونتحدث هنا عن تسعين ألف جندي يعني نتحدث عن حجم القوة التي حشدها عام 1982 ووصل بها إلى بيروت وليس عن حرب تموز 2006 هذه الحشود ليست لعملية محدودة هذه حشود اجتياح المقاومة جاهزة لملاقات الاجتياح وكما فعلت به في تموز 2006 لكن على أضخم بتموز 2006 فتحت له الطريق لتسلل سرية ودمرتها في وادي الإحجير وكان هذا موعد نهاية الحرب عندما أنزلت به هذه الخسائر الآن ربما تذهب المقاومة إلى أن تفتح منطقة قتل أمام جيشه بحجم استيعاب كتيبة أو لواء لا نعلم هذا عند قيادة المقاومة وكيف تخطط وتنظم وتدرس آلية خوض حربها لكن بعد المنازلات العرضية المشابهة لما رأيناه على جبهة المثلث سوف تتكرر في أربع خمس نقاط ثم يقرر الاندفاع الكبرى سيختار للاندفاع الكبرى الجبهة التي يعتقد أنها الأضعف وستكون الجبهة الأضعف هي الجبهة التي قررت المقاومة أن تشعره أنها الأضعف لتغريه بالتوغل فيها فإن أحجم عن التوغل لاعتقاده أن هذا فخ سيذهب للتوغل في المناطق الأصعب ويدفع الثمن قبل الوصول وإن جاء من هذه الجبهة سيصل إلى منطقة قتل أعد له فيها الكمين المحكم حيث تباد القوة الداخلة وعندها تكون كما كانت في 2006 نهاية الحرب لذلك نحن على أبواب أيام حاسمة مع نهاية هذا الشهر سوف تكون حرب البر قد انتقلت من مرحلة إلى مرحلة لكنها بالتأكيد سوف تأخذ الكيانة إلى المقتلة ما وراء الخبر؟ الخبر أن بن يمين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وقع الوثائق الخاصة بالهجوم على إيران هكذا يقول الخبر فماذا وراء الخبر؟ أولا هو لا يهاجم هو يعتدي ثانيا عدوانه هذا هو محاولة رد اعتبار بعد ضربة إيرانية أصابت مقتلا من الكيان الآن لم يعد هناك سر ولا تحليل ولا استنتاج ولا معلومات مسربة الآن المعلومات متداولة بيتسلائيل سموتريتش وزير المالية في كيان الاحتلال يخرج بتصريح مسجل وموثق ومنشور يقول لقد خسرنا مئات القتلى والجرحة في الضربة الإيرانية ويجب على الرد أن يكون قاسيا بحجم مكانة الضربة قاسية إذن الحديث عن أن الضربة لم تؤثر هذا سموتريتش وزير بالحكومة يقول مئات القتلى والجرحة الجيش يسمح بنشر معلومات تقول أن 500 منزل دمرت واشنطن بوست ونيويورك تايمز تنشر صورا من الأقمار الصناعية لقاعدة نفتيم الجوية تظهر دمار منشآت المهاجع التي ينام فيها الجنود والضباط وهي بالتأكيد لم تكن فارغة والمدرجات غير صالحة للاستعمال ويقال أن منشآت إلكترونية كثيرة تم استبدالها أو سيتم استبدالها إذن الكيان لا يذهب إلى هجوم هو يحاول أن يرد بعضا من ماء وجهه التي خسرها في هذه الضربة القاتلة وهذه الضربة كشفت ضعف الدفاعات الجوية التي توهم أنها قادرة على التعامل مع الصواريخ الإيرانية لكن النسخة الصاروخية التي أرسلتها إيران كانت نسخة فوق طاقة شبكات الدفاع الجوي الإسرائيلية فهو لم يطلق إلا عشرة صواريخ يعني أسقط عشرة صواريخ إيرانية من أصل مئتين والأمريكي بمدمراته البحرية أسقط تسعة والمئتي صاروخ وصل منها مئة واحد وثمانين منها مئة سقطت على القواعد العسكرية وهذا يعني أنه إذا وجه ضربة لإيران الآن عدوانا على إيران سيأتيه الرد والرد سيكون فوق طاقة دفاعاته الجوية لذلك هو يستنجد بالأمريكي وهو في حيرة من أمره أي توقيع هذا على ماذا وقعت أرسل لك بطارية ثاد بطارية تحمي مئتي كيلومتر مربع يعني مكان في تل أبيب جزء من تل أبيب حيث رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وسواها من المؤسسات الحيوية لكن كيف تحمي الكيان هذه معضلة فأنت لم توقع أنت تدعي أنت تنشر أخبارا للإعلام أنت لست جاهزا بعد للذهاب أنت ينقصك الكثير حتى تجهز ينقصك أجواء تعبر بها طائراتك هل تستطيع أن تعبر من أي دولة عربية بعدما قالت إيران أن الدولة التي تفتح أجواءها للعدوان على إيران سوف تعامل بصفتها عدو من من الدول العربية مهما بلغت علاقته مع الكيان مستعد لأن يعرض بلده للضربة إيران لا تمزح إيران تريد أفضل العلاقات مع الدول العربية لكنها لا تتسامح بمن يمنح الإسرائيلي فرصة استهدافها من أجوائه طيب هذه معضلة معضلة ثانية أن طائراتك تحتاج إلى التزود بالوقود في الجو كي تتمكن من الذهاب والعودة وإذا أقفلت الأجواء واضطرت الطائرات إلى سلوك طريق طويل فوق البحار والمحيطات ستحتاج إلى ثلاثة مرات تزود بالوقود لديك ست طائرات تزويد وقود ما لا يكفي لأكثر من ثلاثين كيف تذهب بمئة طائرة تحتاج إذن إلى عشرين طائرة تزويد بالوقود إذا كان الطريق مفتوحا وعبر إحدى الدول العربية لكن إذا سلكت طريق البحار والمحيطات تحتاج إلى أربعين وربما إلى خمسين طائرة تزود بالوقود عندك ستة والأمريكي سيساعدك بخمسة بعشرة هذا لا يكفي هذه معضلة ثانية ماذا ستستهدف في إيران منشآت النفط فتدمر منصاتك النفطية وتصبح بلا كهرباء وأنت محاصر برا وبحرا منشآت النووية هل تتحمل أنت وأمريكا أن تذهب إيران إلى خيارات نووية صعبة أن تقصف ديمونة على كل حال واضح أن الإسرائيلي والأمريكي في حالة ارتباك وفي حالة حيرة وأن الحديث من باب المعنويات أنجزنا وأنجزنا والتوقيت نحن نقرره والأهداف نحن نحددها هذا كلام إنشاء عربي لما كان له في الإعراب ولذلك إيران جاهزة إيران تقول مهما كان الرد فعليه رد والرد سيكون أعلى مرتبة وأشد قوة أولا أشد قوة من الضرب الماضية من الوعد الصادق رقم 2 الوعد الصادق رقم 3 ثلاثة أعلى مرتبة وأعلى مرتبة من العدوان طيب فإذا ذهبت إلى الأهداف العليا سيأتيك ما فوق العليا وإذا ذهبت إلى الدنيا سيأتيك أهداف عليا بعدها ماذا تفعل؟ السؤال ليس الضربة القاضية بعدها ماذا تفعل؟ تذهب إلى رد على الرد ويأتيك رد أعلى؟ هل يستطيع هذا الكيان أن يتحمل التصاعد في المواجهة مع إيران؟ يعني الانتقال من 200 صاروخ إلى 500 إلى 1000 إلى 2000 بيحمل هذه المساحة بما فيها من مدايات تتحمل 2000 صاروخ باليستي؟ المقاومة في تجربتها من جنوب لبنان بدأت الآن تنقل نموذج كرياتشمونة إلى حيفا هذه المقاومة التي لم تفعل بعد صواريخها الاستراتيجية لم تستخدم صواريخها المخطوية ولا صواريخ الرأس المتفجر 500 كيلو جرام فما بالك بطاقة إيران وقدرة إيران؟ الكيان في مواجهته مع إيران يسلك الطريق الصعب ويذهب إلى المكان الأصعب وأمريكا تدرك ذلك ولأن الحرب حرب أمريكا فعلى أمريكا أن تلجم هذا الثور الهائج برسن مربطه معلوم في واشنطن سلام القدس لكم وعليكم ترجمة نانسي قنقر